فيروس الكبد البائي هو فيروس معدي يصيب الكبد وينتقل بالطرق التالية أول أمر عن طريق العلاقة الجنسية بشرط أن يكون هناك شخص مصاب الطريقة الثانية التي ينتقل بها عن طريق نقل الدم الطريقة الثالثة المشاركة في أدوات الحلاقة الطريقة الرابعة التي ينتقل بها استخدام الحقن الملوثة بالفيروس الفيروس بي من أخطر الفيروسات لأنه قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات كبيرة ومهددة للحياة قد يؤدي إلى تشمع الكبد قد يؤدي إلى فشل الكبد قد يؤدي إلى سرطان الكبد بالتالي يعرف تطعيم الالتهاب الكبدي الوبائي بي على أنه أول تطعيم مضاد للسرطان حيث أنه يقي من التهاب الكبدي بي المسبب الأول للسرطان في العالم وبالتالي نصيحة للجميع احمي عائلتك وأصدقائك بأخذ التطعيم ضد فيروس الكبد البائي ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر